سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تشاهد الآن الحلقة الأخيرة من بطولة جراند سويس البطولة اللي هيكسبها والمركز الثاني الاثنين رايحين مباشرة يلعبوا في بطولة المرشحين عشرين اتنين وعشرين البطولة دي من أمتع البطولات اللي أنا حللتها على القناة وأنا سعيد جدا بتغطيتها وشكرا لكل التعليقات الإيجابية اللي جاتني يعني في الفيديوهات بتاعتها متشكر ليكم جدا وخلوني أديكم كده نظرة سريعة عن إيه اللي بيحصل دلوقتي فيروزة بعد الجولة العشرة معاه سبعة ونصر من عشرة تحتي لاعب اسمه جريجوري أوبارن من روسيا معاه سبعة من عشرة بعدين في الترتيب صاحبنا فابيانو كاروانا ومعاه برضو سبعة من عشرة فيروزة هيلعب مع جريجوري أوبارن ولو تعادل فيروزة هيبقى معاه تمانية من حداشر إذا استطاع إن فابيانو يفوز هيبقى معاه برضو تمانية من حداشر لكن بالنسبة كبيرة حسم التعادل هيبقى لصالح فابيانو وبالتالي فابيانو هيكون الأول بعدين فيروزة هيكون الثاني ده في حادث إن فيروزة هيتعادل وفابيانو يكسب أما إذا تعادل لاثنين فالحقيقة هيبقى فيروزة الأول وبعدين كاروانا الثاني تعالوا نشوف إلا هيحصل ربنا يسطر وفاروزة ما يخسرش تعالوا نشوف إلا هيحصل ويلا بينا في اللحظة اللي تحس فيها إن أنت مبسوط بالفيديو أو مستمتع عقليا ما تنساش تحط لنا لايك ويلا بينا نبدأ صاحبنا جريجوري أوبارن يلعب بيدأ ملك وعليها بيدأ ملك من فيروزة نايت اف تري نايت سي سي سيكس بشب بي فايف ريو لوبز وشوفنا كتير جدا الميرفي ديفينس لكن لو أنت عايز تستميت في ألا تخسر مش تستميت في أن تفوز تستميت في ألا تخسر بتستخدم حائط برلين أو دفاع برلين والذي يبدأ بنايت اف سيكس والمين لاين بتاعه المين لاين مش اللي تلعب هو تبيت وتاكل البيدأ ودي فور والحصان يرجع يطلب الفيل ياكل لابيض يرجع بدءه الحصان يروح هنا تكسير وزراء بعدين بعدين الملك بيمشي بعدين روخ هنا بتتلعب او ايتش ثري بتتلعب والشكل ده تلعب آلاف المرات عايز اقولك ان الشكل ده تلعب ألف ومتين مرة وبين لعيبك كتار جدا أشهرهم كرامنك كان من عشاق البرلين وول وعمل به مكاسب كمان مش تعدلات بس لكن صاحبنا جريجوري صاحب التقييم الفين ستتمية اربعة وخمسين واللي محقق سبعة من عشرة زي زي فابيانو كاروانا يقول له لا انا مش هبيت واخش في المين لاين انا هلعب بس دي ثري انا ناوي العب على مكسب انت عارف يا فيروزي انا لو كسبتك انا هروح لمرشحين وانت لاقي يا فيروزي فا ليه ماخدش فرصتي في اني اغلبك وروح المرشحين بيشيب سي فايف انت هتغلبني ولا لا 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 انا مش هلعب دي سيكس برضو وحط الفين لا لا انا هلعب اكتف بيشيب سي فايف ضغط على ملكك بيشيب تيكس بون تيكس ومكلش البيدق ده ليه مكلش البيدق ده واقف في فيديو وفكر ببساطة علشان كوين دي فور هات مات وهات الحصان اوكي الاول بيت مهددا انه ياكل دلوقتي بقى خلاص لان كوين دي فور ما عددش موجودة جاي تطلب ايه مفيش مات ففيروزي محتاج يحمي الحقيقة البدق بتاعه دلوقتي وعند طرق كتير للحماية منها كوين اي سابين لكن مختارش دي عشان هيتربط منها بيشيب دي سيكس لكن مختارش دي عشان هو لسه حطت الفيل في السي فايف مش من المنطق انه يرجع كمان يمكن على البيشيب هنا دي فور جامدة ممكن بحيث لو كانت يزقق عليك كده مثلا يعني موجودة ممكن ممكن كمان تلعب بيشيب هنا وتقول له ما تقدرش تاكل عشان نرطك لكن دي فيها شوية عيوب احد العيوب دي اتش ثري يعني اديني امتياز الفيلين لو سمحت لا مش هديك امتياز الفيلين انا هارجع والله هزقق عليك تاني تمشي يكون البيضة لو عايز كده ماشي او تلعب نقل الكمبيوتري بحت باني اضحي قطعة بعدين احط فيه في وشك ترجع بس اه انا نسيت المهمة الاساسية من هذه المباراة انا عاوز اتعادل او اكسب ايه اللي خديني اضحي قطعة والعب بشكل ريسكي او يعني مثير للشك زي ده كده لا لا اعملش كده طبعا ريسكي يعني مش مثير للشك ريسكي يعني فيه خطورة لكن مثير للشك يعني موضوع ولذلك يختار صاحبنا لدي ولدي 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 وانما نايت 7 نايت 7 فاكرتها ببساطة ان مفيش ربطة خلاص لو انت ربطيني هزوء كده وما تقدرش تعمل معي حاجة ويلا بينا نشوف ايلا هيحصل سي ثري ناوي اخد دي فور ماشي انا هبيت انا خدت فعلا دي فور هل من العقل انك تتخلص من بدأك الوسطي والجيب بدأ السي تحطه في السنتر ويبقى الله بيد عنده بدأين حلوين كده لا ليس ذلك من العقل هل من العقل انك ترجع في البي سيكس والسيب البدأت ببلاش كده لا برضو اذا ان الصح ان انا ارجع دلوقتي كده في الدي سيكس بس بورت السنتر بتاعي زيادة بشبت جي فايف هات وزيرك اف سيكس امشي لو سمحت مشيت بس اخد بالك انا يعني الربطة دي رخمة هتدايقك شوية يعني لو لعبت نقلة زي مثلا نايت بي سيكس محاولا انك تفتح الفيل فدي بالفعل بلندر نتيجة حاجات كتير منها الكيش لكن سيبك من الكيش خانا اقولك بنقلة البناء ادمين بتاعي اللي النقلة دي وحش عشان بدأ في بيدك ببساطة تدرش تاكل ببدأ ده عشان هاكل وزيرك ولو كالت كده بردو مش هقولك الكيش يا عم وزير في وزير ايه الوضع دلوقتي لو كالت هاكل هنا جامدة تدرش تاكل عشان الرخ بتروح واحد وقال لك جي فايف بس ستيل بردو يعني الابيض معت فوق جاي جدا بعد نايت تيكس هنا مثلا نهات الرخ تمشي وبعد كده ألعب بشي بشي ثري كموت فوق اتنين للابيض في الشكل ده المهم فليس من العقل اللي انا اعمل كده فطب اعمل ايه الربط مضايقاني كوين اي 8 اعمل زي المفايل وزير عمل كوين اي 8 نايت بي دي 2 مكمل انتشاري ويناوي ألعب نايت سي فور واخبط في الفيل اي 5 لو ناوي تيجي هنا وتضرب وخليني يورها لك هلعب لك بي 5 لو سمحت شكرا انك اكلت الفيل وزبطتلي بيادئي وحياتي جميلة الكمبوتر بيقول اسفار اسفار فكرة اي 5 الجميلة دي ان انت لو لعبت حاجة زي مثلا اي 6 خليني بيوريك الفكرة بس وانا لعبت كده هاتي الفيل ما تقدرش اتلعب دي دلوقتي عشان مش هيكل الفيل لكن هروح انا في اي 5 وابدأ اسخف على البيادئ دي فالحقيقة اي 5 منعت الفكرة معادش ينفع تاكوة عشان الرخ هاتكلك اوكي كوين سي 2 مكملا انتشاري وبنظر على السنتر وبخلي رخيني يبقى كونيكتد كوين اف 7 مانع نايت سي 4 بشيب تي جي 3 خلاص الفيل بيبص لنافسه هنا ما بيعملش حاجة خليني نرجع ونضغط على السنتر زيادة وهنا فيروزا يكمل بانه يلعب A4 مساحة زيادة على السنتر على الجناح وعليها لعبة B3 من افضل النقلات وبيسأله سؤال بيقوله انت ناوي تزق البيداء وتقفل الفيل بتاعك زيادة ولا ناوي تاكل وناكل الامور تبقى تمام فيروزا هنا يقعد يفكر شوية وياخد قرار هو الاكثر تبسيطا للموقف انا شايف ان انا لو اتعدلت ومعرفش ايه اللي حصل بس يمكن فيلوزا قام بص كده على جيم فابيان ولقام ممكن يتعادل ولا حاجة قالك يلا بينا انا عايز التعادل فيلا نهش على تبسيط بيداء في بيداء وهنا لو انت كانت بيداء في بيداء او حصان في بيداء انا هعوجلك الدنيا فاوبارن يقرر انه ياكل ويزبط البيادة ثم ياكل بالحصان يا سلام جنت لسه ايه اللي بدائين في السنتر حلوين والكلام ده ايوه بس لو بيداء في بيداء بيداء في بيداء رخ فرخ رخ فرخ دي فايف ضربت السنتر بامان فكرة انك لو كد بيدك بقت وحشة جدا 1 2 اما لو زقيت فالشكل تعادلي جدا بعد هذا الموقف وتجيب الرخ هنا يحمي تروح بالحصان هنا خلاص اللي بداء ده ما بيتزقش الشعب كله منعينه من انه يتزقوا كموتر بقول الشكل ده اسفار او 6 من عشر للأسود كمان اوكي وبناء عليه صاحبنا اكل بال حصان مش بالبيداء ماشي ثم بيداء في بيداء بيداء في بيداء رخ فرخ رخ فرخ تبسيط 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 ثم جات الدي فايف في معادها ولكن بعد بيداء في بيداء وزير في بيداء البياد متمثلة جدا وما فيش اي اضعفات عند اي حد منهم والامور تمام لكل الطرفين نايت سي فورش خد بالك انت خسرت الفيل اللي سود اللي بتلعب بسود يا عم فيروزة فلو استطعت ان اخد منك الفيل الابيض يمكن مربعاتك البيضة تكون ضعيفة ويمكن تكون احلامه اماني هنشوف نايت اي فايف هات الحصان لا مش هجيب وانا عايز الفيل ماشي هات الفيل اوكي نايت انت ناوي تيجي هنا وتديني كش ولا ايه بقولك انا بموت نفسي عشان اتعادل اكيد مش هسمحلك بانك تعمل فيها التكتك بتاعت الناس اللي سابت اني لعا تعلموا شطران جديد طيب روك دي وان انا ناوي انزل هنا وسخف عليك بالوزير او بالحصان واضغط هنا نايت اف سبن ممنوع ممنوع طب ماشي هات بقى الوزير كده بقولك هات الوزير بقولي حركة الوزير لو سمحت يعمل لو سمحت الوزير طب سلم علي اسلم عليك مبروك المركز الاول يا معلم لان كاروانا تمانت عادل مباراة حوالي حاجة واربعين نقلة برضو كانت ريو لوبز ما برضو ما فيهاش برضو الاكشن الفضيع وآآ يحرز صاحبنا فيروزة علي رضا فيروزة آآ صاحب التمنتاشر سنة آآ المركز الاول في البطولة هو يتأهل بجدارة مباشرة اللي بتوت المرشحين وآآ كمان مبروك لصاحبنا فابيانو اللي بيقول اه انا 2800 وانا استحق وانا مازلت موجود واتمنى اتمنى ان شاء الله يعني ربانا يكتد لنا عمر ونقعد سوا كده نتفرج على المرشحين الجاية سوا على القناة لو مبسوطين بتغطية البطولة ما تنسوش تعملونا لايك ولو حابين الكنتنت اكتر ما تنسوش تتركوا عندنا في القناة واشوفكوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة